بسم الله الرحمن الرحيم باسم السيدات السادة أعظام أجلس الوزراء ورحب أجمل ترحيب ببناتنا وأبنائنا من الشباب والشابات في هذه الجلسة الاستثنائية المخصصة لبناقشة قضايا وأفكار الشباب ومن خلالهم أبارك لعموم الشباب والشابات ذكرى اليوم العالمي للشباب مع الشباب نتمنى لهم مزيد من التوفيق والنجاح حقيقة كان هناك مؤتمر وطني للشباب وهو جهد مميز ويكاد يكون لأول مرة يحصل أن يفتح الحوار أمام مجموعة كبيرة من الشباب جاوزة الخمسة وعشرين ألف بتواصل إلكتروني وقدموا أفكارهم ومقترحاتهم تجاه مختلف القضايا وثم اجتمعوا في جامعة بغداد ناقشوا هذه الأفكار والمقترحات وأجروا التصويت عليها وخرجوا بحصيلة أعلنت في احتفالية شرفنا بحضورها ومشاركة شبابنا وشاباتنا واليوم هذه الأفكار والمقترحات أرسلت إلى مجلس الوزراء لدراستها واليوم سنناقشها في هذه الجلسة الاستثنائية كما هو معروف للجميع أن العراق من الدول الشابة وهذا بالتأكيد يتطلب المزيد من التخطيط من أجل الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة أن يكون البلد 60% من السكان بدون الخمسة والعشرين عاما فهذا يضعنا جميعا أمام مسؤولية كبيرة تحتم علينا تقديم آليات وخطط عمل وبرامج وسياسات تخدم هذه الشريحة الكريمة للأسف شبابنا منذ عقود أيام الحروب والحصار والإرهاب هم أكثر فئة لحق بها الضرر وأول فئة قدمت التفحيات من أجل الوطن في مختلف المحطات واليوم مطلوب منه من الدولة بكافة سلطاتها أن تقدم الخطط والبرامج التي يتحسن من واقع أحوال الشباب هذه الحكومة إن شاء الله منذ البداية وضعت في المنهاج والبرامج الوزاري هذا الالتزام وتعمل عليه في مختلف المجالات والقطعات التي تصب بالنتيجة في مصلحة الشباب ومعالجة قضاياهم ومعاناتهم ولعل من أهم هذه القضايا الملحة مسألة التوظيف وفرص العمل التي تؤمن لهم العيش الكريم نعم نحن نتحدث دائماً عن خطأ حصر العمل في التوظيف الحكومي وهذا يحتاج من عندنا كدولة أن نصنع خيارات بديلة وندعمها بالتشريعات والقرارات والتسهيلات التي تمكن السواد الأعظم من شبابنا في الانخراط بسوق العمل من خلال إيجاد الفرص والمشاريع فضلاً عن توجهنا الواضح للجميع أن الدولة اليوم جادة في دعم القطاع الخاص جادة في إنشاء مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات هذه من شأنها أن نتوفر آلاف فرص العمل لعموم الشباب تمكين الشباب مسؤوليتنا مسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية لأنه بالنتيجة وفق سنة الحياة أنتم الشباب ستكونوا موجودين في هذه المواقع في مواقع القرار القيادي في الدولة بمختلف سلطاتها وهذا هو أصل الالتزام لا يفوتني أن أبارك للمتفوقين في الدراسة في الابتحانات النهائية للمرحلة الثانوية التي أعلنت نتاجها أمس هناك تفوق واضح وحالات نقف أمامها بإجلال واحترام رغم الظروف الصحية المعيشية الخدمية الاجتماعية نجد هذا التفوق والأداء هذه هي القوة التي موجودة لدى شبابنا هذه القوة التي نعول عليها في رسم صورة مستقبل العراق الجديد وكرر الترحيب بممثل الشباب والشابات في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة قضاياهم وأفكارهم ومقترحاتهم ترجمة نانسي قنقر